بيبتدي الفيلم مع الطفل جاستن اللي وصل مصر مع باقي هالتو لما بيوفل توبيسه قدام الأهرامات بينزلها لشان عايز يلعب بس بتبقى أمه ربطها لشان ما يخلعش منها وبينزل أبوي يقول لها أنا عايزك تصوريني صورة ونمسك الهرم والصورة تانية ونواقف جنبه وبيفضل يكمل تصوير لحد ما يعرف جاستن يخلع من عنده ويطلع يجري وبتقول أمه يلحوه بسرعة دعايل بتاع مشاكل وبيجري وراه الزباط لحد ما يلقوه وصل لآخر السقالة ولما يحاولوا يمسكوه بيقع على الهرم وبيفضل كل الواقف مستنيه يغبط في الصخور وينزل متكسر بس بيلاقي الهرم بقى مطاطي علشان يقع عليه ويرد ينزل على أبوه اللي واقف مش فاهم إيه اللي بيحصل علشان يتزعب بعدها خبر الفديحة وإن مصر اكتشفت إن فيه شرير سرع الهرم بتاعها وبتبدأ كل الدول اللي عندها أصار تدافع عنها وهي مستنيع الشرير يقرب ويحاول يسرع ونروح بعدها لإجاره وقال لي ماشي في الشارع عمال يزاول في العيال الصغيرة علشان هو شرير وبيدخل علشان يجيب أهوة فبيجمد كل اللي وقفين لحد ما ياخد الحاجة اللي هيشربها وبيركب عربيته علشان يرجع بيها البتاني ويقرر إنه يقعد يتفرج على التلفزيون وهو خيث من قيل الكلب الشرير بتاعه اللي كل حاجة بيعده وهو ما بيقعد بيوصل ثلاث بنات صغيرين من ملجأ جنبه بيبيعوا حاجات ويقولوا له افتح علشان تشتري مننا بس بيبضل يقول لهم أنا مش موجود واللي بيرد ده رسالة مسجلة علشان يسيبوه ويمشو وبيرجع الجروع علشان يقعد يتفرج شوية على الفيلم لحد ما يلاقي دكتور نافارو جاي عليه ويقول له أنا عايز أقول لك حاجة بس ما تاخدهاش على سيدرك يعني الهرم اللي في مصر تسرق وكل الأخبار بتقول إن أي شرير غير اللي سرقه ده شرير على ما تفرج ومالوش لازمة أو لما بيسمع جروع الكلام ده بيداي أو يقول للدكتور نزلني حالا للمنيونز وينزل علشان يجمعهم ويقول لهم أنا عارف إن عمري ما سرقت حاجة عيد له بس دلوقتي في حد سرق الهرم أنا سرقت الشاشة اللي كانت محطوطة في ميدان وبرج إيفل مصغر بس أنا أوعدكم إننا هنعمل سرقة القرن اللي هتخلينا أشهر أشرار في الكون وبيطلع لفوع لشان يقول لهم دلوقتي دكتورنا فارو اخترع جهاز بيصغر الحاجة وأنا هستخدمه علشان نسرق الأمر ولما نشوف وقتها مين أجمد أنا ولا بتاعي الأمر بس بيقول له دكتورنا فارو وتجيب منين انت تكاليف عملية زي دي علشان يرد عليك روي يقول له ما لكش دعو أنت أنا المنك بيحبني هيوافع على القرض اللي هقدم عليه وبرجع الثلاث بناتة علشان يسألهم مديرة الملجأ إحنا في حد يسأل علينا أو عرض إنه هيتبنينا ولازم تبيه هوا أحسن من كده شوية علشان هتتعاقبوا لو كل يوم جبتم الملالين دي وبتتسل أم الجروه بيها علشان تقول له وأنت اللي سرقت العرم ولا فضحتنا وسيبت حد تاني يسرقه علشان يقول له ما تلاقيش حاجة هشرفك وأسرق حاجة أجمد بكتير وبيطخل جروه البنك يمشي شوية لحد ما يفتح باب سري في بنك الأشرار ويمشي علشان يشوف تماثيل شكلها مرهبة لحد ما يوصل للسكرتيرا اللي بيقول لها أنا عايز أقابل مستر باركنز علشان هيخد منه قرد وتقول له السكرتيرا أقعد يرتاح شوية لحد ما ييجي دورك وبيتجروه علشان يبص على صورة الأمر اللي مسورها علشان يقدمها في مشروعه بس بيفتكر أيام ما كان لسه طفل وقاعد جنب أمه يتفرج على خبر أن أرمسترونج وصل للأمر علشان يقول لأمه أنه بيحلم يطلع الأمر بس بتتري عليه ويتقول له لا خلاص بطلوا يطلعوا قرود هناك ولما بينزل الصورة بيلاقي في واحد قاعد مستني معايد دوره علشان يقدم على القرد ولما بيشوف جروه بيروح يعود جنبه ويقول له على فكرة أنا اسمي فيكتور زي المتجحات علشان ليه هدف واتجاه معين مش بغيرهم بس بيبقى جروه أهل متضايق ومش طايق نفسه وبيطلع فيكتور مسدس بيدرب سمك سامو بيقول له شايف اختراعاتي وفي نص الكلام بينادوا على جروه علشان يدخل اللي هيدديره القرد واهل ما بيشوفه بيركنز بيقول له هو أنت تاني علشان يشرح له جروه كل حاجة ويقول له لا المرة دي بقى حاجة جديدة أصغر الأمر وأسرقه هعوز بس فلوس علشان أبني السرع بتاعي وبيقول له بيركنز كلام جميل بس عايز أشوف بقى الجهاز اللي بيصغر علشان يقول له جروه لا أنا لسه أسرقه ولما بيسمع بيركنز الكلام ده بيقول له انت زي تقول حاجة زي دي إزاي أصلا تطلب قرد وانت مش جاهز عارف فيكتور اللي قاعد بره ده سرع الهرم وانت لسه لحد دلوقتي مش عارف تعمل حاجة هاتلي الجهاز اللي بيصغر وأنا هدي لك القرد وبيطلع جروه علشان يروح يسرق الجهاز ولما بيلاقي فيكتور قاعد بيدربه بمسدس الجليد علشان يجمعده ويمشي وبيرجع تاني للمنيونز يقول لهم احنا عندنا مهمة كبيرة ولازم نجيب الجهاز علشان نعرف ناخد القرد ونسرق الأمر أو بياخد جروه تيارته ويروح للأمر اللي فيه الجهاز علشان ينزل منيون يسرقه ويطلع به بس بيلاقي ان فيه دراعة مده وسرق منه الجهاز ولما بيبص من العمل كده بيطلع فيكتور اللي بيفضل يهرب من كل سواري جروه لحد ما يهرب منه وبيطلع الجهاز علشان يصغر به حجم طيارة جروه ويسيبه ويمشي ولما بيرجع جروه بيفضل يحاول انه يدخل الألعاب تاعة فيكتور بس مش بيعرف وكل ما يحاول يامل طريقة جديدة بيتدرب لحد ما يفقد الأمل ويقع على الأرض وهو واقع بيشوف البنات الصغيرة اللي من الملجأ بيخبطوا على بابه علشان لما يعرف ان معهم جزء هند بيفتح لهم الباب وساعتها بتيجي الفكرة في دماغ جروه يكلم دكتور نافارو يقول له حضر لعلبة بسكوت وبيروح تاني يوم جروه للملجأ علشان يامل نفسه دكتور ويقول للمديرة انت عارفة ان من ساعة ما زوجتي ماتت وانعايش في فراغ ويفضل المانيونز يكتبوله قصة حياته لحد ما توفي عليه المديرة وتناديه على البنات وتقوله دول أجنس ومارجو ويديس واول ما بيخدهم جروه بيركب عربيته علشان يطلع بيهم على بيته وفي الوقت ده بيكون فيكتور واقف عمال يلعب بالجهاز اللي بيصغر لحد ما يجلوا اتصاله لشان يقول لا طبعا مش بلعب به او بيوصل جروه بيته مع البناتة علشان يقول لهم دلوقتي انتو هتعيشوا معايا بقوانيني يعني مفيش لابة مفيش صوت عالي انا من الاخر اسيبكم ست ساعات بعد كده ارجع اشوف ايه اللي حصل بس بتفضل اجنس عايزة تعرف كل حاجة لحد ما يعرفهم جروه على الكلب بتاعه ويقول لهم هو المفروض اليف بس انا مش عارف مالوه وبيسيبهم جروه علشان يروح لدكتور ناثارو اللي مش بيسمع كويس وعمل كل الاسلحة غلط وحتى البسكوت معملوش علشان يقول له جروه انا اعمل فيك ايه دلوقتي وهننفذ الخطة ازاي وبيقول له اخلص وعمل لي بسكوت فيه روبوت وفي نص ما هو بيتكلم تحت مع المنيونز بيكون البنات اكتشفت المغبأ السري لجروه علشان ينزلوله واول ما يشوفهم يقول لهم بتعملوا ايه هنا مشان اقولت محدش يتحرك ومش عايز تضاح وبيفضل البنات يلعبوا بالاسلحة الموجودة لحد ما بيتقطع لابة اجنس علشان تفضل تعيط وتكتم نفسها وتقول لهم مختها لو محدش قبلها بدل اللي تقطع هتكتم نفسها لحد ما تموت وبيبعد جروه اتنين مينيونز يجبولها اللابة بتاعتها علشان اول ما يوصلوا المول بيفضل المينيونز يغنوا ويلعبوا لحد ما في الاخر بيلاقي لابة وحيد القرن علشان يجيبوا معاه وهو راجع ويقول لهم جروه انا مش دكتور اسنانو على حاجة ويشغل جاسوس ولو حد اعرف المعلومة دي حزاها لكم وبياخدهم علشان ينايمهم ويقولوا ايديس هي دي قنابل اللي احنا نايمين فيها علشان يقول لها قنابل بس ما تلاقيش يعني كل حاجة زي الفل ومش هيحصل حاجة وبيوصل المينيونز علشان يدوا الهدية الاجنس اللي بتفرح وتقول لجروه مش هتحكينا قصة قبل ما نايم علشان يقول لهم لا مفيش قصصينا وبيصحيهم تاني يوم الصبح بدري ويقول لهم يلا يا بنات علشان ينبين النهاردة البسكوت لواحد اسمه فيكتور بس بتقول له مارجو من اللي قال الكلام ده احنا النهاردة عندنا درس الرأس لازم نوضه الاول ويقول لهم جروه انت واحرار مش هوصل حد انا وبتطلع البنات تمشي لحد ما يقول جروه لا احنا كده هنتأخر وبياخد معي البنات في العربية وهو متضايق لحد ما يوصلهم لدرس الرأس ويوضى القاعد مستنيهم يخلصوا بعدها بيقول لهم دلوقتي بقى مفيش حجة نروح نبيه البسكوت بقى وبياخد معي كل البسكوت اللي محطوط فيه قليينة لشان ياخدوه البنات ويدخلوا بيه لفيكتور اللي بيقفها لشان يحاسبهم وبيطلع الروبوتس من البسكوت وتفضل تمشي في المكان وبيقعد جروه اللي بتحكم في الروبوتس من بره لشان يعمل فتحة في خزنة فيكتور وتدخلوا الروبوتس تسرق الجهاز اللي بيصغر وبيدخل جروه مع المنيونز للمكان علشان يشيلوا الجهاز ويحاولوا يطلعوه بس الخزنة بتقفل عليهم علشان يبقى مفيش حل غير انهم يهربوا من جوه البيت وبيفضل جروه يماسك الجهاز عمال يجري قبل ما فيكتور يشوفه لحد ما يتعلق في السقث وبيفضل القرش اللي فيكتور من ربيه يحاول يأكله لحد ما يوعجروه على الارض ويعرف يهرب هو وكل المنيونز ولما بيطلع بره بيبضل فرحان علشان يعلم على فيكتور ويقول للبنات يلا عال عربية بسرعة علشان هنروح وما فيش بيه بسكوت النهاردة ثاني وفي الطريق بيشوف البنات ملاهية علشان يبضلوا يتحيلوا على جروه يدخلهم بس بيبقى رافض لحد ما تيجوا في دماغوا فكرة انه يسيبهم جوه ويخلع ويبقى كده زي الفل وفعلا بيدخل معاهم بس قبل ما يسيبهم بيقولوا قالي شغال في الملاهي لازم يبقى فيه حد كبير معاهم علشان اللعبة دي خطر وبيطلع جروه معاهم اللعبة ويفضل قاعد وهو متقدر حتى ما تخلص اللعبة ويقول لهم يلا لشان يروح بس بتشوف اجنس لعبة بتحبها لشان تقوله انا عايزها ولما بيروح يسأل البيع بيقوله لا دي مش للبيع لو عايزها لازم تنشن على العلامة دي وبتفضل اجنس تحاول ومش بتعرف تجيبها فيها لحد ما يقول لها جروه سهلة وبيطلع سلاحه علشان يهد المكان كله وياخد اللعبة ويرجع البيت مع البنات وهو مبسوط بعد ما حبوهم وحب اللاب معهم ولما بيرجع البيت بيقف علشان يكلم باركنز فيديو كول ويقوله خلي بالك زي ما اتفقنا انا معايا كل حاجة والجهاز كمان هو بيوريه الخطة بس بتفضل البنات تطلع كل شوية زوله لحد ما يقول لباركنز ما تشغلش بالك انت انا هعمل العملية بس يعوز التمويل علشان يقوله باركنز لا احنا مش هنمول المشروع علشان انت غبي وتخلي المشروع يفشل وبينزل جروه يقول للمينيونز احنا كده خلاص خسرنا كل فلوسنا وشكل ما فيش امر هيتسرق علشان تطلع اجنس حصالة كانت معاها ويطلع كل المينيونز فلوس معاهم علشان ياخدها جروه ويقول لهم صح كده احنا هرمي الساروخ ومش عايزين حاجة من البنك وبيعود جروه يلعب شوية منع البنات وبيحكي لهم قصة لحد ما يقول لهم يلا دلوقتي لازم يبقى وقت النوم علشان بكرة لسه فيه يوم طويل ولما بيطلع من القوضة بيقوله نافارو الخطة لازم تتنفس بكرة وانا شايفك ضيع ومش مركز بسبب البنات وانصحك تبعد عنهم في الوقت ده بيروح فيكتور البنكة علشان يقابل باركنز اللي تلعبوه ويقوله انت زي سبت واحد تافئ زي جروه ياسرق منك السلاح وانا اديتك فرصة عمرك علشان تبقى انسان شرير بس انت واضح انك هتفضحنا ومش هتعرف تعمل حاجة وبيصحى جروه تاني يوم يلاقي مديرة الملجأ بتخبط ويتقوله انا جاي علشان اسرم الاطفال اللي انت قلت عايز ترجعهم تاني وبيوصى علشان يعرف ان نافارو هو اللي عمل كده ويقفوا قدام العربية زعلان وهو شايف البنات ماشين ولما يدخل البيت تاني بيقوله نافارو انا عملت كده علشان مصلحتك انت كنت هتضيع مجود كل السنين اللي فاتت وبيفضل قاعد جروه ياكل لوحده اهوز علان وبيفكر في البنات لحد ما يخلص من الساروخ اللي كان قاعد بيصنعه علشان يروح يلبس بدلة الفضاء اللي على نفسه لنفسه الساني البنات وبياخد معاهم مينيون ويقوله يلا نطلع الامر علشان نسرقه ونبقى اجمد اشرار في الكون وبيحط له المينيون تذكرة حفل البنات الثلاثة في جيبه وبيطلع جروه بالساروخ وبيحاول فيكتور انه يمسكه بس بيقعوا جروه على الارض ويقوله ما شوفش وشك تاني وبيفضل يطلع لحد ما يوصل للامر علشان يطلع يضرب الامر اللي بيتحاول لكرة صغيرة وبيضع علشان يحطه في جيبه علشان يقول انا لازم انزل بسرعة احضر الحفلة اكيد دي حاجة هتبسطهم وبتفضل اجنس واقفة مستنيها وبتقول احنا مش هناعمل العرض لحد ما جروه ييجي علشان تقول لهم مارجو مستحيل ييجي ما احنا كنا عنده وتخلى عننا وبينزل جروه بالساروخ يفضل يجري لحد ما يوصل للمكان اللي فيه الحفلة بس لما بيدخل بتكون الحفلة خلصت وبيبصه علشان يلاقي فيكتور سيبله رسالة انه خاطف البنات وعايز الامر علشان يسيبهم وبيروح جروه جري لحد قليد فيكتور ويقول له انا هديك الامر ويسيبوا لفيكتور اللي بيقول له شاتر بس انا بقى مش هسيب البنات ووريني اتعمل ايه علشان يدخل جروه يهرب من كل الساريخ وبيضرب سمكة القرش وهو ما يشوف فيكتور الكلام ده بيطير بالاوضة اللي هو فيها مع البنات وبيتعلق فيها جروه لحد ما يوصل نافارو بالطيارة علشان يقرب من فيكتور ويكتشف ان الطيارة بتاعته فيها حاجة بترجع الحاجة لحجمها الطبيعي وبيقول للبنات التلاتة نطوا من عندكم وانها نقطكم ومش هسيب ولا واحدة فيكم تاني ابدا علشان ينط اول اتنين ويعرفيه الاوتهم بس بتفضل مارجو مع فيكتورا لشان يقول لنافارو استخدم الاشعة دلوقتي ورجع الامر لحجمه وبيمسك جروه ومارجو وبيتعلق في المينيونز اللي بيعملوا نفسهم سلسلة لحد ما يرجعهم الطيارة تاني وبيتساب فيكتورا على الامر اللي كبره واخده ويرجع مكانه في السماء تاني وبيرجع جروه مع البناتها لشان يعيش معاهم وهو مبسوط ويحكي لهم كل يوم حكاية وكمان يعمل المينيونز زي اولاده وبيحضر كل حفلات البنات الثلاثة ويعيش معاهم في تبات ونبات وبس كده بيخلص منها اتمنى تكونوا استمتعتوا معينا اشتركوا في القناة